زي ما انتقادنا قبل كده الحكام الحقيقة يعني لازم الحق يقال انه التحكيم النهاردة كان اداءه جيد تابري رات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي مش عارب اقبلها ولا ما اقبلهاش لكن هقولها يعني لكن انا مش قابلها الحقيقة يعني هو قال ان الشوطة الاولاني كان رائع وده حقيقة وان الاهلي اضع فرص واضع راكلة جزاء قال ان الفريل افضل خرج هل الافضل على مستوى الماتشين ولا الافضل النهاردة على مستوى الماتشين سان داونز كان افضل قال انه يعني خسارة لقبين في اول الموسم مفيش فريق في العالم بيفوز بكل المباريات والالقاب دا كلام سليم مية في المية بس الناس بتشعر انك قديت كل اللي عليك ولا لأ اصول نتائج دي يعني يعني السنة اللي فاتت ماتش الوداد فاينال ودلغت اخر ربع ساعة الاهلي خارج بس الناس كان عندها ارتياح من اداء ونجاح النادي الاهلي انه قدل عليه سواء الماتش اللي هنا او الماتش اللي هناك التوفيق جالك وعن منهم جاب الجول برفعة معلول والاهلي كسب اللقب خلاص دي بقى ربنا كرم بس الناس مش راضي عن الاداء الناس مع النادي الاهلي السنة دي مش راضي عن اداءه سواء في اتحاد العاصمة في السوبر الافريقي او في الماتشات بتاعة الدوري الافريقي كمال اتكلم وقال ان هو بيدافع عن اللعيبة بتاعته بقول انه مقدموا كل حاجة ما بخلوش باي حاجة خالص لكن التوفيق غاب قال ان اللعيب ده انسان يعني مفيش شخص بيقعد يقدي افضل مالة دي لمدة 365 يوم بنفس القوة على مدار السنة يعني بنفس القوة يعني هل برسيل كولر يعني ترتيب الاهلي واداءه السنة اللي فاتت وهو كان جاي في اللحظات الاخيرة ومسك الفرقة في وقت يعني كان دايق جدا بالنسباله لكن قدر يتخطى وقتها الادوار التمهدية في افريقيا وراح كسب الزمالك في السوبر في الامارات وبعدين جي لها بكاس عالم قده بشكل جيد وبعدين في دور المجموعات تراجع شوية وبعدين كمل خد الالقاب كلها بعد كده ولا السنة دي اللي بدأ بفترة اعداد 100% اللعيبة اللي عايزها جاتله اللي كل حاجة اتوفرتله اصبح هو الحاكم بامره في كل حاجة حتى مديره الكورة مشوه حتى معرفش ايه يعني انهي وقت تقدر تقول فيه ان مرسيل كولر يعني خد وقته واشتغل بدماغه اكتر السنة اللي فاتت ولا السنة دي فالمفترض الناس السنة دي تلاقي فيه تقدم في اداة النادي الاه الناس اتفجأت لانها بنت شكل ختمت به الموسم اللي فات لكن الموسم ده الناس مش متطمنة رغم ان الاهلة اكثر استقرارا من اي نادي تاني يعني الاهل السنة دي مفترض انه مستقر اكتر من اي نادي تاني عشان كده الناس مش مرتاحة اتكلم عن مودست وقالك انه هو ما كانش بيشارك نفس الكلمتين اللي بنسمعهم من 15 تازحة ما كانش بيشارك قبل كده كان مريح ومحتاج لسه ماتشين تلاتة هنستحمله كمان ماتشين تلاتة من وجهة نظر كولر علشان خاطر يرجع ويظهر بمستوى الطبيعي انا ما اعتقدش انا بتصور ان المودست علاقته بالقال انتهت يعني مستحيل يعني حط كل التحديات الممكنة هو كمان لعيب مش فايتر يعني هو كمان لعيب روحه وشخصيته مش لعيب فايتر حتى وهو بدنيا متراجع او مش في مستوى البدني هو حتى على المستوى الزهني وعلى مستوى التركيز وعلى الطموح وعلى الشخصية في الملعب هو لعيب مش فايتر فصعب جدا ان مودست ده يتعلق ويرجع التاني يظهر انا اتصور ان مودست علاقته بالقال احنا انتهى في ينايب والايام هتبدأ الراحة جاية بيننا وهنشوف قال احنا الفترة الجاية لازم نشتغل نتدرب اكتر نعمل اكتر وقال ان ضغط الماتشات مخلي ان المدير الفني ما بيقدرش انه هو يعني يظهر يعني يشتغل مع اللعيب على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي خالص يعني اه كمان اتكلم قال ان الفترة الجاية هنكسب الماتشات والمفترض الاداء يتطور بشكل اكتر الشناه الحقيقة يعني اعترف بالخسارة وقال ان انتو بوجه كلام للجمهور كابتن الاهلي المرة اللي فاتت خله كريم الدباس اللي يكلم جمهور الاهلي بعد الخسارة بجنوب افراقي كان حاجة غريبة جدا اصغر اللعيب في الفرقة هو اللي بيكلم الجمهور في تصريحات رسمية بعد المباراة نهاردة الشناه وكابتن الفرقة اللي تكلم قال انه يعني ما حلفناش الحظ وقال انه الجمهور قدل عليه ووجهنهم رسالة يعني ان ده درس والخسارة درس بنتعلم منه هنركز الفترة الجاية على الدوري وكاس العالم للاندية وبطولة السبر المصري قال الدوري الافريقي خلاص قصته انتهت وخرجنا ما فيش حاجة هترجعنا تاني للبطولة ولازم نركز في افريقيا الفترة الجاية وفي كاس العالم وقال اللي عايز ينتقد ينتقد حقه خلاص لان احنا فعلا لازم نتقبل النقد ولازم ان احنا يعني نحاول نغير هذه الصورة وحزن الجمهور بالنسبة لنا امر طبيعي من ضمن الارقام ان الاهلي اكتر فريق في السوبر الافريقي او في الدول الافريقي دخل فيه جوال يعني اتخيل النادي الاهلي دخل فيه اربعة جوال في البطولة دي سنبا تلت جوال وساندونز جول زي وزيانيان بالنيجير اقل اكتر فريق دخل فيه جوال في البطولة ما تيجي ترصد ارقام يعني وده برضو حاجة خريبة جدا بالنسبة للنادي الاهلي جاب ثلاث تجوال ودخل فيه أربعة تجوال يعني مينة سوان يعني ده يعني مخلص البطولهم في النشة وهو سالب واحد وده حاجة غريبة عكس سانداونز ما دخلش فيه ولا جول يعني سانداونز تكسب بترو أتليتكو 2-0 وتعادل على أرضه 0-0 وكسب الأله 1-0 وتعادل فقارة 0-0 فجاب ثلاث تجوال وكسبان متشين ومتعادل متشين الأهلي متعادل ثلاث متشات وخسران متش يعني فتقاول سانداونز هو الأحق والطبيعة الحقيقة يعني سانداونز كمان فرقة لو جدت لاحظ وتشوف هتلاقي عنده لعيب كان متروض في متش بيترو أتليتكو وكمل وتأهل وكان متروض في أول خمس دقايق والأول سبع دقايق في متش اللي فات بتاع بترو أتليتكو اللي كان في بريتوريا في جنوب أفريقيا النهاردة كمان لعيب عنده اتطرد وتأهل مع توفيق بجانب تنظيمه ونجاح مدربه فيه إظهار كل إمكانات لعبته الحقيقة يعني وحافظ الفرقة اللي بيلعبها جدا والمنافسين بذكرهم كويس جدا بس معاته وفيه بس الحقيقة سانداونز بيقدي بشكل كبير جدا مكوينة المدير الفني ليه سانداونز اتكلم بعد المباراة قال إن فريقي كان عنده مصابرة كان صابور جدا طولت 97 دقيقة ما كانش مستعجل يعني ما كانش متهور قال إنه إحنا أصدقاء وبنحترم جدا النادي الأهلي ولكل التقدير وقال أبهني سانداونز الفريق بتاعي لأنه أظهر إنه هو فريق كبير ولابت 97 دقيقة مع فريق قوي جدا قال مباراة الزهب بالنسبة لنا كانت مهمة وده سر فرحتي لأنه إحنا ما حقق نلفوز أنا عارف إنه حيفيدنا جدا في مباراة العودة حتى لو بوحد صفر كلم وقال فريق الأهلي كبير جدا ودائما باحترف المنافس بشكل كبير ومش هقيم لعبته لا يجب إنه قيم لعبته وقال يعني أنه هو بيشتغل في نادي وأن أي إنجاز بيحققه مع النادي بتاعه بالنسبة له حاجة كبيرة جدا وأن إنجاز التاعه للمباراة النهائية ده بعد غياب طويل عن الوصول للمباراة النهائية في المطللات الإفريقية ده شيء يحسب له ويحسب له الجمهور وأنه هو فخور جدا بهذا الكلام اتكلم كمان عن مباراة الوداد اللي جاية سانداونز هيقابل الوداد في الفاينال الوداد رغم اخسارته النهاردة من الترجع 1-0 لأنه صعد براكلات الترجيح قال إنه اللعيبة محتاجة تنام الأول كويس وبعد إنه عمله مستشفاء كويس وبعد جدا أبتدأ أفكر في مباراة الوداد قال أنا ما قابلتش مدرب الوداد قبل كده لو كابتن عادر رمزي أعتقد قال ما قابلتوش قبل كده بس شفته كمشجع وهو بيلعب هزكر كويس الفترة الجاية وبعددأ أشتغل أشوف هعمل إيه طبعا من ضمن العابة اللي اتقلقت الحقيقة المدافع بتاع سانداونز المغربي وهو مدافع سابق في نادي الرجاء وانتقل لسانداونز عبد المنان بطويل واتكلم وقال طبيعا إحنا ندافع قدام النادي الأهلي بس إحنا مش بندافع فقط إحنا بندافع بشكل منظم وبننتشر بشكل جيد قال كان لازم نحافظ على الفوص بتاعنا قال إن الأهلي طبيعي جدا يضغط قال إن الوداد بالمواجهة مش سهلة هو كان بلعب قبل كده في الرجاء وقال حنبتدي نجهز لها بسرعة الفترة الجاية وقال إن إحنا هنسعى لتقديم مستوى جيد بالنسبة لنا أمام الوداد هتتكلم فنيا إحنا عطفين نتمنى الوداد يكسب البطول خلاص الوداد وسانداونز الوداد إن شاء الله الوداد المغربي كلنا هنشجعه لأنه هو الممثل العربي اللي موجود في المطولة الأفريقية في الفاينل مع سانداونز بس إحنا بنقول الوداد خد بالك سانداونز منافس مش سهل المباراة الأولى حتتلعب في المغرب في الساد محمد الخامس والمطش التاني حيتلعب في بريتوريا في جنوب إفريقيا فلازم الوداد يحقق فوز بفرق هدفين إن شاء الله عشان يقدر إن المباراة التانية تبقى أسهل بالنسباله عارفين إن اللي بيوصل للمباراة النهاية أو بياخد اللقب بياخد أربعة مليون دولار صاحب المركز التاني بياخد تلاتة مليون دولار النادي اللي بيخرج من الدور قبل النهاية زي النادي الأهلي كده بياخد مليون وسبعمائة ألف دولار أما اللي بيلعب في دور التمانية أو بيشارك حتى مجرد مشاركة في البطولة بيخرج من دور التمانية زي سيمبا وزي بيتر أتليتكو زي مازينبي وكل الأندية دي وأنينبا نيجيري اخدوا أو هياخدوا تسعمائة ألف دولار واحدة من أسوأ البطولات فنيا اللي شارك فناد الأهلي وحرجع وكرر الأهلي عنده مشاكل كثيرة جدا هذا الموسم عكس كل التوقعات يعني كلنا توقعنا استقرار إداري واستقرار فني واستقرار في كل شيء للأهلي السنة دي الأهلي بقى فاجئنا بالعكس فنيا ما فيش استقرار المستوى الفني متراجع لمعظم اللاعب بل النهاردة ما تيجي تتفرج على الماتش النهاردة اللعيبة يعني مروان مش في حالته خالص حاجة غريبة جدا أليو ديانج مش في حالته حسين الشحات مش في حالته على مدار اللي أربع متشات علي معلول مش في حالته حتى رامي ربيعي يمكن رامي ربيعي النهاردة وعبد المنعم سيطاره الحياة على الكورات اللي جاتلهم خط الدفاع النهاردة في الأهلي كان جيد جدا بس بشكل عام في البطولة مش في حالتهم في حاجة مش مظبوطة طبعا مدست مجاش ومش عايزين نتكلم عليه بقى تاني خلاص أفشا مش في حالته ردا سليم مش في حالته عبد القادر مش موجود أصلا صلاح محسن مش موجود فكيف يفوز الأهلي بالبطولة الناس دي تجهزت إزاي يعني الناس دي ما تجهزتش إزاي يعني البطولة دي إزاي الأهلي ما جهزش فرقته للبطولة دي وإزاي مرسيل كولر ما جهزش الأهلي للبطولة دي سواء من ناحية نفسية أو من ناحية البدنية أو من ناحية الفنية أو من كل النواحي حاجة غريبة جدا وزي ما قلت لحضراتكم فيه ناس في الأهلي لازم تتحاسب مودست ده اللي جاب الصفقة ده لازم تتحاسب بصراحة اللعب في التشكيل الإداري بتاع فرقة الكرة في الأهلي اللي حصل مع بداية الموسم أنا معرفش هل ده أنا تكتو وإحنا دايما متعودين كسبان خمس بطولات وعامل حفلة النادي الأهلي يوم 22-8 بيحتفل فيها قدام العالم كله بإنجاز عظيم للأهلي في كرة القدم وفي كل الألعاب ويتباهى أنه كسب خمس بطولات اتنين سوبر مصري وكس مصري ودوري مصري ودوري أبطال إفريقيا يعني كانت حفلة تاريخية والمجلس بيتباهى تاني يوم نبص لها الدربكة تاك 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 مدير القرى بيمشي يجي مدير القرى تاني نسمع أنه كان في السيضم معه كولر نسمع أنه كولر مدي تعليمات للكابتن خالد بيجو ما تحركش من ع الدكة ما تحركش من ع الكرسي معرفش كلام كتير عادين نسمعه قط اللبس فيها مشاكل لا أمام عشور مشكلة لا حوال عبد قدر مشكلة لا عمر السلائة مش هيجدد لا معرفش من هيعمل إيه لما عادين نسمعه في حواديت وفي حواديت وفي حواديت عكس كل التوقعات من المسؤول عن هذا الكلام معرفش في لجلة التخطيط معرفش معرفش بصراحة في دفوعات كتيرة جدا في فرعة الاهلي في أخطاء كثيرة جدا في فرعة الاهلي و أنا بقولها هو إذا استمرت الأمور على هذا الشكل إذا استمرت الأمور على هذا الشكل إنت تقول للأهلي السنة دي يعني بدورة أبطال إفريقيا يبقى مهدد في كاس العالم للاندية يبقى مهدد اذا الامور استمرت على هذا الشكل دون تدخل ودون حلول ودون اعادة الامور لنصابها السليم والصحيح انا بعتقد ان الايلي هتبقى عنده مشاكل كثيرة جدا وحنشوف حتى على المستوى المحلي هتباني الامارة فماتش المقاولين يمكن الايلي بس اجال على المستوى المحلي كسب الماتشين اللي لعابهم المصر 4-0 والاسماعيلي 3-1 هنشوف ماتش المقاولين خلاص الاهلي رجع تاني للبطولات المحلية هيرجع بهايرعب مع المقاولين يوم السبت الجاي يمكن المستفيد الوحيد من خروج الاهلي والحاج عامر حسين المشرف على لاجة المسابقات وخلاص الاهلي هيرجع يتعامل ويتواصل تاني في الدوري المحلي ملعمش غير مباراتين وحنشوف حتى قدام المقاولين على المستوى المحلي الجاهزية النفسية للعيبة هيبقى شكلها ايه وده اللي اتكلم في محمد الشناو بعد المباراة قال المهم نبص بقى للبطولات الجاية وهنشوف في الحقيقة صدمة كبيرة الجمهور النادي الاهلي غير متوقعة النهاردة انه سانداونز يستطيع انه هو يحتفل بتأهله في قلب استاد القاهرة وامام خمسين الف متفرج ومكوينة بيواصل فرحته بيواصل الرأس بتاعه حتى وهو في وسطينة وقدام جمهورنا والاهلي بيقصى من هذه البطولة هطلع فاصل سريع ونشوف بعض التقارير ورجع تواصل مع حضرتكم